سيدنا الكرام ما زلنا معكم في هذه التغطية المستمرة للحرب الإسرائيلية على غزة ثم على لبنان الآن ما زلنا مع لبنان وينضم إلينا مباشرة من بيروت العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري اللبناني سيدة العميد وحييك على الجزيرة مباشر اليوم كان هناك نشاط كبير من حزب الله فيما يخص إطلاق صواريخ على الكثير من بلدات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عسكرية صفارات الإنذار دوت لفترة طويلة مما جعل الكثير من الإسرائيليين يذهبون إلى الملاجئ ما الذي يحدث من الناحية العسكرية في هذا السياق استراتيجية حزب الله التي أعلنها بعد استجماع قواه الأمين العام الجديد شيخ نعيم قاسم حتى قبل أن يصبح أمين العاما قال استراتيجياتنا هي إيلام العدو إيلام العدو يعني كما يقوم العدو بصلياته الصاروخية وطيرانه بشكل أكيد غير متناسب مع القوى التي تمتلكها حزب الله ولكن حزب الله يستطيع إزعاج وإيلام العدو في أماكن صحيحة أنه حتى اليوم لم يستهدف مدنيين حفاظا على ذخيرته وأسلحته وكذلك لإحداث الأكبر الخسائر في تجمعات العدو العسكرية وثقناته اليوم ما يحصل هو رد على الانتقام الإسرائيلي الذي يحصل في حواضر عالمية حواضر حضارية بعلبك سور نبطية كل هذه الحواضر تستهدف اليوم للا شيء فقط لمجرر الانتقام طبعا حزب الله يقوم بالرد على أماكن تجمعات عسكرية وأماكن صناعات عسكرية الملفت اليوم أن تصل إحدى المسيارات إلى مصنع لأجهزة وعتاد طيران عسكري في شرقي نهارية يعني يبدو أن حزب الله يحاول وضع نوع من توازن في الضغط العنف بهذه الطريقة وتزامن ذلك مع خطاب لأول مرة الأمين العام الجديد للحزب يلقي خطابه الأول أعتقد أن الرسالة ورد معها هذه الصليات الصالوخية والمسيرات علامة استفهام كبيرة تبدو على الأداء الإسرائيلي فيما يخص مواجهة المسيرات مسيرات حزب الله اللبناني سيادة العميد هذه المسيرات إحداهما وصلت إلى أحد مراكز جولاني ودمرته بشكل مباشر والأخرى وصلت إلى نافذة يعني غرفة نوم بن يمين نتنياهو غرفة نوم واليوم وصلت إلى مصنع لصناعات العسكرية إلى آخره ما الذي يحدث؟ لماذا تفشل إسرائيل رغم قوتها في هذا السياق في التصدي لمسيرات حزب الله؟ نعم عمليا إسرائيل لديها أربع مستويات من الدفاع الجوي مستوى القبة الحديدية مقلع داود الحيتس وحديثا جهزت بالثاد القوى الصاروخية الأمريكية التي تتعامل مع الصواريخ الباليستية اليوم القبة الحديدية من المفترض أن تتعامل مع الصواريخ ذات المستوى الجوي المنخفض ومقلع داود للمستوى المتوسط وحيتس بأشكاله الثلاث حتى مستويات العالية والباليستية اليوم القبة الحديدية تتعاطى مع الصاروخ المنحني الصاروخ الذي يخرج أثناء انحنائه يعني ممكن أن تصطاده صواريخ القبة الحديدية ولكن إذا كان صاروخ مباشر لا تستطيع القبة الحديدية أن تتعامل معه وهذا يتم مع المسيرات المسيرة ليست في المستوى المتوسط والعالي هي المستوى المنخفض من المفروض أن تتعامل معه القبة الحديدية لكنها كونها تتعامل مع الصواريخ المنحنية وليست الأفقية تستطيع المسيرة السباحة لهذا المستوى بشكل أفقي وتتعامل معه فقط الطوفات أو المقاتلات بصواريخ الجو جو اليوم إذا كان هناك أربع طوفات في الجو من نوع أباتشي مثلا راداراتها تكشف هذه المسيرات لكن إذا كان أربع طوفات وهناك ستة مسيرات هناك اثنان لا تلتقطهما الرادار أو الأباتشي ويستطيعون الوصول إلى أهدافهم لذلك يكون هناك صليات مدروسة بشكل أنه مدروس كم مسيرة ممكن أن تطلق وكم أباتشي موجودة في الجو أو كم طائرة موجودة في الجو تتعاطى مع هذا أضيف ذلك كمان اليوم كانت القبة الحديدية راداراتها ممكن أن ترصد المسيرة ذات المحرك الذي يصدر بصمة حرارية لكن اليوم الشاهد 101 التي يستعملها حزب الله والتي طولها 160 سنتيمتر بعرض مترين وعشرين فقط هذه تحمل 10 كيلو جرامات من TNT لكنها ذات قوة اختراقية كبيرة حتى بال10 كيلو جرامات ولكن هذه المسيرة محركها كهربائي لا بصمة حرارية لها كذلك هي غير مرتبطة بالمشغل أو بالجي بي أس لو كانت مرتبطة كان الرادار يستطيع الوصول إلى الشعاع الذي يربط هذه المسيرة بمشغلها أو بالجي بي أس هي لديها محرك كهربائي ولديها كاميرا تعطى مسبقا الصورة المكان الذي يجب أن تنفجر به وهي تبحث عن الصورة وتنفجر في المكان الذي معطى مسبقا في سياق آخر الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن أرقام يومية لإصابات وقتل في صفوفه على الجبهة الشمالية جبهة لبنان وحزب اليوم فقط يتحدث عن إصابة 22 والأرقام كبيرة للحقيقة أرقام القتل في صفوفه كبيرة حزب الله يقول أننا قتلنا أكثر من 90 خلال الأسبوع القليلة الماضية وعصبنا الآلاف منهم جزء من السؤال متعلق بحقيقة هذه الأرقام هل الاحتلال يعلن أرقام حقيقية عن إصاباته وقتله وهل حزب الله قادر على إيلام حتى الاحتلال الإسرائيلي فيما هو أكبر من ذلك على مستوى القتلى والإصابات أم هذا الفريقان ليس لديهما خط رجوع يعني اثنين رايحين إلى الأمام لا الحزب قادر يرجع لورا ولا الإسرائيلي كمان رغم قول نتاء هاليفي أنه ممكن أن ننهي بأسبوع أو أسبوعين لا يستطيع لا أنهاء العملية البرية طالما أنه لم يحقق هدف استراتيجي مرسوم له وكذلك حزب الله لا يستطيع التراجع لأن وضع قدم إسرائيلية في أرض لبنانية على حدود يعني أن يكون لديه خط دفاعي داخل لراضي اللبنانية يعني يفرض سلوطه وهذا يعني انكسار لحزب الله ولا ننسى أن حزب الله يمثل رأس حربة للمحور الإيراني في المنطقة لذلك طهران لن تقبل بأن يكون رأس محورها أن يخسر هذه المعركة لذلك شاهدنا أن هناك صواريخ حديثة هناك مدى جديد هناك مسيرات حديثة تطلق من قبل حزب الله أما عن الخسائر طبعا الجيش الإسرائيلي لا يمكن يمنع الإعلاميين هناك تعتيم إعلامي ما لم يصور طوافاته وتحضر إلى المكان وتحضر جرحة لا يعترف بأي شيء ولا يمكن أي وسيلة إعلامية أن تضيع الوسائل الإسرائيلية أي شيء من عنده غير ما تعرض على مكتب مختص في وزارة الدفاع اليوم نعم لديه خسائر كبيرة لديه لحد الآن 900 جريح في المستشفيات من الجنود على الجبهة الشمالية ولديه كذلك هو باعترافه 64 أو 68 فتيل على جبهة الجبهة الشمالية من الجنود وهذا الشهر هو أكثر شهر خسر فيه جنود أو سواء قتلة أو جرحة بعد السبع أكتوبر العميد ناجي ملاعب الخبيرة العسكري كنت معي من بيروت جزيلا شكرا لك سيترامي